وإذا أما يجري في الأرض المقدسة وفلسطين والعالم من حروب وعنف أجرت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورستات الأردن وفلسطين مقابلة خاصة مع سعادة سفير الكرس الرسولي في الأردن جوفاني بيترو توزو للحديث حول الأوضاع الراهنة في المنطقة بشكل عام والأرض المقدسة بشكل خاص إضافة إلى الحديث عن وثيقة الأخوة الإنسانية التي تقودنا إلى العودة لإنسانياتنا المشتركة فضلاً عن مناقشة موضوعات أخرى ذات الشأن فإلى الحوار لكن هذا المقدس مهم جداً لأنه يتقوم بالإنسانيات المشتركة لأنه يمكن أن يتقوم بالإنسانيات المشتركة في المنطقة وأنهم يتقومون إلى أخرى المشتركة في المنطقة وكذلك في هذه الأحيانات المتحدة بين الإسرائيل و الإسرائيل يريدون هذه المساعدة المساعدة عن المساعدة المساعدة تكون تصويراً في شيئاً في شيئاً ويجب أن يمكن أن ترى هذه المتظمات هذه المتظمات ولكن أعتقد أن تكون أيضاً بشكل تصويراً بشكل تصويراً بشكل تصويراً بشكل تصويراً 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 بشكل تصويراً بشكل تصويراً بشكل تصويراً م Ciao بشكل تصويراً بشكل تصويراً بالدallah taste, but we are a family and we have to stay together because we have a bond of love to each other. So this document on human fraternity should help every one of us to discover exactly this human tie among us, that we are brothers and sisters and on that basis we can also resolve our conflicts. إذا نظرنا نفسنا نحن الحقاة لنحن، زيادنا. لكن إذا نظرنا نفسنا نفسنا بحث وصوصة، نحن نجحن نجحن نحن نماذا من النساء ونجحن نجحن 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 ن pugIL معها. لمجحاً، لذلك الأفضل من هذا التصميم هو أن نعطي إلى هذه الولايات المتحدة. نعم، جميلة، مجرد.